اقتربت الساعة ولا بد من ان تسير الامور في مجراها الطبيعي الذي ينتظره العراقيون من قياداتهم السياسية والحزبية وحتى الاجتماعية فالانتخابات على الابواب ولا بد من استكمال كل الاجراءات التي تضمن نجاح الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها وهو مطلب جمعي ولا شك وهو حامد دستور العراقي ورأس هرم السلطة في البلاد رئيس الجمهورية برهم صالح يبدأ بنفسه وقبل غيره فيضرب مثالا وقدوة ويبدأ مبكرا بتحديث بطاقته الانتخابية البيومترية ليبعث برسائل الى جهات عدة مفادها فليترك الجميع سفاسف الامور وليتجردوا من اناهم ومصالحهم الشخصية الضيقة وليجعلوا مصلحة العراق والعراقيين فوق كل المصالح هي دعوة لتحديث الجميع لبطاقاتهم البايومترية من جهة وحجة لكي لا يتعذر جاهل بحجج اصبحت واهية وممقوتة لدى العراقيين من جهة ثانية وهي وسيلة لبلوغ غاية انتظرها العراقيون بآمالهم وآلامهم علها تحمل لهم بوادر غد أفضل يزيح عن وجوههم غبار الحزن وقسمات الأسى ليس هذا وحسب بل ان تحديث البطاقات البايومترية ضرورة لضمان انتخابات حرة ونزيهة تضمن حق العراقيين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التلاعب والتزوير وهذا ما قاله الرئيس برهم صالح أثناء تحديث بطاقته الانتخابية هي دعوة من رئيس الجمهورية لتحديث الجميع بطاقاتهم الانتخابية البايومترية فلننتظر ونرى من سيكون التالي من المسؤولين والسياسيين في تحديث بطاقته الانتخابية ولنتحضر لسماع حجج المتحججين والمعللين والرافضين